وعشان كده لازم نعرف انه حب التملك بيفسد عليك نعمة المحبة اللي ربنا سبحانه تعالى حطاه في قلوبنا لبعض وبتخلي الحب يقل عشان بيحس الانسان انه عايش مخنوقه في سجن لكن الحب الحقيقي هو اللي ينورك هو اللي يزيد في حياة اللي انت بتحبهم يا سادة انا عايز اقول لكم حاجة حب التملك ده ملوش علاقة بالوفاء حب التملك ده اه صحيح بيجي الشخص يقوله ومش الاحباب حاجة واحدة مش احنا لازم نتحد ببعض فلازم انت تكون معايا طول الوقت ولازم ما تروحش في حتة إلا وانت معايا أو ما تروحش في حتة إلا وانا معاك وما ينفعش ان انت تعمل حاجة غير لما ترجعلي وما تنفعش ان انت تعمل حاجة غير لما تخليلي الاولى الاولويات كل كلام اللي بيتقال ده فيه مشاكل ومس صحيح وكل الكلام اللي بيتقال ده بيتقال وجزء منه ابتزاز عاطفي الشخص اللي بيحب حبيب وحب تملك في الغالب بيمارس شوية العيب كده حتى لو هو مش عارف اول حاجة بيمارس اللي بيتزاز العاطفي تجد اللي بيحب حد حب تملك بيبتزه عاطفي لازم يكون مازك حاجة كده ويقعد طول الوقت يبتز بيها الشخص عشان يقدر يصبر على هذا التملك يصبر على هذا السجن والاختناق الحاجة التانية والمهمة اللي بتحصل لما الانسان يتحب حب تملك مش بس يحس ان هو مش بس يبيمارس معه اللي بيتزاز العاطفي كل دي حرام اللي بيتزاز العاطفي حرام انك توهم حد وتغشه من غشنا فليس منا الحاجة التانية مع الابتزاز العاطفي اي شخص بيحب حد حب تملك فهو العياذ بالله بيضيق على مسلم واذا كان من فرج فرجة من فرج الدنيا من فرج كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة في نفس الوقت الشخص اللي بيضيق على الانسان هو في الحقيقة بيمنع نعمة ربنا وبيعيني الانسان ده على الاثم ان هو يحس بعدم نعمة ربنا ويحس ان هو حاسس ان هو ضايع ومش موجود ليه معنى غير ان هو يخدم فلان اللي هو بيحبه حب تملك ده حاجة التالتة ان بيعملها ويكون آثم فيها اللي بيحب حب تملك هو الظلم هو ظالم لان هو بيستوفي حقه من اللي حاسس ان هو بيحب حب تملك ويظلمه ويبخاسه حقه يبخاسه حقه في الخصوصية يبخاسه حقه في ان هو يفكر في مصلحته يبخاسه حقه في ان هو يعيش بحرية ولذلك هذا نوع من انواع الاستعباد الخفي حب التملك ده استعباد للناس والناس عبيد لله ما يصحش ان مسلم يسترق انسان وعشان كده تعالوا نخرج من الكئابة دي نخرج من الهم ده نخرج من البلاء العظيم ده اول حاجة عشان نخرج من حب التملك ده لازم كل واحد فينا اي حد عنده حب التملك ده لازم كل يوم يتذكر اني علاقتك باحبابك دي بالله هو اللي اوجدها مش انت اللي صنعتها ربنا اللي اقلف بين القلوب ولزيك علاقتك باحبابك ومحبتك ليهم ربنا الحفيز عليها هو اللي بيحفظها هو اللي بيحفظ العلاقة بينك وبين احبابك فاطمين مش محتاج تملكهم عشان تفضل في قلبهم لا خالص وعشان كده يجي الاجراء التاني بقى خلي عندك دايما ديوان اسمه ديوان المحبة بتدون فيه كل يوم نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى لانه الاولى بالمحبة وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لكي يعلمنا انه هو يحبنا جعلنا يعطينا عطاء من لا يخشى الفاق فانت لازم ترى نعمة ربنا على انها تمأنينا على انها باب من ابواب حسن حسن محبة ربنا لنا سبحانه وتعالى واذاك من ضمن النعم هي احبابك فلازم تشكر ربنا على وجودهم وعشان كده فكر ازاي تعيش معاهم في ود ووسع وتشكر نعمة ربنا عليهم مش انك انت تستصغر نعمة ربنا وتحس ان انت لازم تنعمة ربنا عشان قليلة وهم قليلين لازم يبقوا جنبك ما تعملش كده تالت حاجة لازم تضيف كل يوم لحياتك قيمة جديدة قيمة جديدة عشان تقدر تحس ان الحياة واسعة رابع حاجة خلي عندك ورد من الافتقار لله سبحانه وتعالى كل يوم تفتقر لله سبحانه وتعالى لان الافتقار من اهم فائدة الافتقار في حياة الانسان ويجعله متزن ولزاك اذا كان حياتنا بتتبني على الاتزان ربنا علمنا يا ايوة الناس انتم الفقراء ويلى الله فكل ما تذكر نفسك بالافتقار كل ما تفتح باب لنفسك من ابواب الاتزان اشتركوا في القناة